التعديلات الممكنة فيما يخص الأحوال الشخصية الدينية شو هي التعديلات الممكنة على مستوى قوانين الأحوال الشخصية حتى تكون أكثر إنصافاً للنساء؟ بعد دراسة بنفيا وحوار مع بعض المرجعيات الدينية، تبين أنه ممكن تعديل هالأمور أولاً، إسلامياً، ممكن وضع حد أدنى موحد لسن الزواج بيحمى من الزواج بسن الطفولة ممكن بقضايا الحضانة اعتماد معيار مصلحة الطفل الفضلة بدل مسألة العمر تسهيل أحكام الطلاق للنساء من خلال جعله حق مشترك للطرفين بمرسوعة بردعوة نزاعية توسيع أسباب الطلاق لا يشمل العنف المبنى على نوع الاجتماعي، أي العنف ضد النساء إقرار المساواة بين النساء والرجال في قضايا الولاية والوصاية على الأولاد تسهيل إجراءات الحصول على النفأ الزوجية والمهر ونفأة الأولاد مع مراعاة ظروف الاقتصادية للزوجين تانياً، مسحياً اعتماد سن الرجد الأنونية كسن أدنى للزواج إقرار مبدأ المساواة بالنسبة للشروط المفروضة على النساء والرجال في مسألة حضانة الأولاد وإلغاء المقاربة الأخلاقية المفروضة على النساء عند النظر بها المسألة إقرار المساواة بين النساء والرجال في قضايا الولاية والوصاية توسيع أسباب بطلان أو فسخ الزواج أو الطلاق حتى يشمل العنف ضد النساء تطوير مقاربة النفأة الزوجية ونفأة الأولاد بناء على ظروف الاقتصادية لكلا الزوجين تطوير مقاربة التعامل مع مسألة التعويض للنساء عند الحكم ببطلان أو فسخ الزواج أو الطلاق وجعله متكافئ مع سنوات العمل والتضحية لقدمت المرى خلال الحياة الزوجية المشتركة